الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد مع الساعة 301 على متنصاروخ فالكن 9 التابع لشركة سبيس أكس الأمريكية في ولاية فلوريدا وجاء إطلاق القمر الصناعي الجديد بعد الانتهاء من عمليات التشغيل والاختبار التي تم إجراؤها على القمر بعد نقله من مقر تصنيع شركة تالس بفرنسا إلى قاعدة الإطلاق كيف كنافرد بولاية فلوريدا فيما استغرقت عملية تصنيع نعسات 301 ما يقرب من عامين ونصف ومن المقرر أن يكون القمر الجديد بديلا عن قمر نعسات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028 حيث يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث ويضمن عسات 301 ثمان وثلاثين قناة قمرية ويتوسع القمر في نطاق تغطياته ليشمل دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نيل بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية أعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار دياء رشوان نقيب الصحفيين منصقا عاما للحوار الوطني كما اخترت الإدارة والأمينة العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني لافت إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من يوليو المقبل وأوضحت أن أولى مهام منصق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقبية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثل كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا بينما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري يذكر أن رئيس السيسي أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 18 إلى 21 عاما واتخذ مجلس النواب سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة ونجح نواب الأمريكي في تمريد مجموعة القرارات بأغلبية 223 صوتا مقابل رفض 204 أصوات هذا ومن المقرر أن يتجه مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإقراره بصورة نهائية قال الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي أن معركة السيطرة على مدينة سيفيرو دونيتسك معركة وحشية وستحدد مصير منطقة دونباس وفي كلمة مصورة قال زيلنسكي أن هذه معركة وحشية للغاية وربما تكون من أصعب المعارك في هذه الحرب وأضاف أن سيفيرو دونيتسك لا تزال محور المواجهة في دونباس مشيرا إلى أنها تعتبر إلى حد بعيد المكان الذي يتحدد فيه مصير دونباس الآن أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان وفي تغريدة له على صفحاته رسمية بموقع تويتر قال صالح أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين وأضاف أنه يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى وتقويد الأمن والاستقرار ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون كان هجوم بطائرة مسيارة قد استهدف سيارة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية دعا كبير ممثلي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة شو هيون كوريا الشمالية إلى وقف أنشطتها الاستفزازية والانخراط في حوار وخلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة فشل مجلس الأمن الدولي مؤخرا في تمرير قرار بشأن كوريا الشمالية حث هيون بيونج يانج على وقف الأعمال الاستفزازية والالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاستجابة للدعوة إلى الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي بشكل كامل أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني في السادسة مساء اليوم منتخب إثيوبيا ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عشرين ثلاثة وعشرين وخاض منتخب مصر ميرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ملاوية التي تصديف المباراة ويفتقد المنتخب الوطني العديد من نجومه وفي مقدمتهم نجم نيفربول محمد صلاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنان بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود ريزيجي وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره بتخطي غينيا بهدف دون رد بينما خسرت إثيوبيا واحد اثنين أمام ملاوي نهاية منجزة الثامنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل شكرا